اسمحوا لي في نهاية اجتماعنا هذا أن أتوجه باسمنا جميعاً وباسمي شخصياً إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وإلى مصر الشقيقة بعميق الشكر والامتنان على اللفتة الكريمة باستضافة هذا الاجتباه وحرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكلل جهودنا المشتركة بالنجاح على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وأتوجه بالشكر لجميع الدول الشقيقة والصديقة الجزائر السعودية قطر الأردن تركيا وروسيا والصين على ما بذلوه من جهود في هذا الأمر كما أتوجه بالشكر لكم جميعاً لجميع الوفود المشاركة على ما بذلتموه من جهد إيجابي للوصول إلى اتفاق وطني شامل يعيد قضية إلى قضيتنا ما تستحق بالاعتبار أيها الأخوات أيها الإخوة إنني أعتبر اجتماع اليوم للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية خطوة أولى وهامة لاستكمال حوارنا الذي نرجو أن يحقق الأهداف البرجوة في أقرب وقت ممكن ولذلك فأني أدعوكم لتشكيل لجنة منكم لتقوم باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها اليوم بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وأطلب من هذه اللجنة الشروع في العمل فورا لإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات وآمل أن يكون لنا لقاء آخر قريب على أرض الشقيقة الجمهورية مصر العربية لنعلن إلى شعبنا إنهاء الانقسام والسعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم جميعاً شكراً سيد الرئيس إذا سمحت لي نعم كلمة واحدة فقط ختاماً ختاماً نشكر فخامة السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لهذه الدعوة الهامة لاجتماع الأمناء العامين على أرض جمهورية مصر العربية ونشكر السادة الأمناء العامين والوفود المشاركة على مشاركتهم الفاعلة في هذا الاجتماع لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة التحديات الخطيرة الماثلة أبامنا في هذه المرحلة التاريخية السياسية عاشت فلسطين حرة عربية المجد والخلود للشهداء الأبرار الشفاء للجرحة والمصابين الحرية للأسرة والمعتقلين معاً وسوياً حتى القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة والآن أدعوكم إلى أخذ صورة جماعية مع فخامة السيد الرئيس والأمناء العامين جميعاً تفضلوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة